السلام عليكم معكم محمود الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعود بالله من شرور عمدوسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مضل الله وما يضلل فلا هدية لو بإذن الله ثم ما بعد بعض السلام علي سيدنا محمد عليه السلام نبدأ حلدنا على برجة الله تعالى من الحاجات العجيبة الغريبة التي تلاقيها في روسيا أن نجد المنتجات العربية بتباع أونلاين وانا عارف ان العرب كتير من العرب يعني ايه بيخاف من حتة الأونلاين دي وانه يندمج فيه الشغل الرسمي لمبيعات بالذات الحاجات الأغذية فبيحاولوا ان هم يفتحوا بزارات أسهل للوصول وكده لكن لقي المنتجات دي موجودة أونلاين فهده تقدم كبير ونقلة حلوة طيب فيه ناس يقولك يا عم فين الحاجات دي فيش الكلام ده لا فيه بس حضرتك مش متوقع زي انا كمان ما كنتش متوقع وكل اللي بحكي لهم ما بيقوش متوقعين الموضوع ده لكن اثبتت لهم بالدليل القاضح طبعا من الجو الريفي الجميل ده والمشهد ده سيبكوا بقى من الكراكيب والتكسير يعني ده حياة الريف لازم بقى فيها خشب وحشائش وعجات فأنا بتمشى كده احكي لكم بقى المنتجات العربية دي عبار عن ايه الاول فيه مثلا الحمص الفول الحمص سواء مطبوخ ومعلب او حمص حمص وانت تطبخه بنفسك فيه ناس كتير مكادش تلايه غير كده ان هو اصلا الحمص ده بقى يتباع في الاسواق الروسية عادي موجود يعني كاكتات والحمص برضو المطبوخ الاتنين موجودين ولكن هم يبقى اونلاين ويتبقى ماركة عربية ده الجديد طيب فيه كمان ايه منتجات عربية فيه زيت الزيتون فيه الزيتون العربي فيه اه منتجات تركية ولكن اكتشفت انها عربية يعني اه هم سوريين فتحوا الشركة في تركيا ومصنوعة في تركيا ولكن هو ناس سوريين عرب وبيبيعوا منتج عربي وبيبعوا في سورو الروسي منها طبعا المكدوس الناس كتير يقولك المكدوس فيه مكدوس في روسيا اه فيه مكدوس في روسيا ممكن تعمل له أوردر اونلاين يقولك فين في الاونلاين بقى تدفع كم واقولك اتقل لحد اخر الحلقة واقولك ما لازم اعشمك زي ما بتعشمني كده ايها المشاهد الكريم بص يا معلوم فيه ايه تاني ممكن يستهويك فيه ناس سنسان يقولك لو عندهم الحلوات الشرقية لو عندهم الكاجو والفصدق والفصدق الحلبي كله موجود الطين المجفف موجود طيب المربة بتاعت الانجير او التين مربة مربة التين موجودة منتج فيه عربي وفيه تركي الزيتون وزيت الزيتون قلتلكو عليه الزعتر الاخضر والاحمر ومنتجات عربية الطحين الطحينة مش الطحين اللي هو الدقيق لا انا هزي الطحينة موجودة وماركات كتير تركي وعربي عايز اكتر فيه اكتر حاجات كتير فيه الفلافل بس بودرة ماركة عربية برضو فيه الكنافة جافة فيه الباميا جافة فيه الملوخية جافة عايز كمان فيه كمان كتير قوي فيه لمون مخلل فيه فلفل مخلل اللي هو التركي الصغير ده فيه يعني عبوه عشرة كيلو كلها مخللات مشكلة بس ده تركي فالمنتجات اللي يحبها العرب قلتلكم من جزء صغير منها كل ده موجود على موقع او بالروسي بنقولها ازون هتلاقي كل اللي نفسك فهي خطوة مهمة جدا انه هلاقي المنتجات العربية والتركية موجودة في روسيا عن طريق ازون ومش بتاخد مثلا تلتاشر يوم عشان توصل لك لا ده في خلال يومين تلاتة اربعة تيام بكتير بتكون وصلت لك الشطة العصائر حتى فيه بعض العصائر متوافرة بعض الشوكولاتات اللي مش متوافرة في روسيا مثلا حاجات تركية موجودة فيه مثلا يعني زي بازار كده او بس اونلاين سوري فيه كل حاجة وفيه حاجة اردنية برضو منتجات فلسطينية اردنية كتير موجودة فانت بقى شوف تخيل انت نفسك في ايه الحاجة الوحيدة اللي ملاتهاش صراحة عشان نبقى واضحين للعرب هي هو الترمس والبزار او البزر اللي هو في مصر اللب ما لقيتش اللب المصري ولا الترمس لكن فيه اللوبيا فيه الفاصولية طبعا بألوانها فيه الرز العربي اين كان مصدره فيه المصري فيه عصائر عصائر اللي مش موجودة في روسيا كلها مصدر عربي بالماركة جاية طازة كده من بلدها فده جزء بس حبيت ان انا اقول لكم عليه وتشوفوا في ازون ما بعملوش دعاية انا بعمل دعاية للمنتاجات العربية اللي ما لقيتها موجودة في ازون ممكن تكون موجودة على منصات اخرى بالاضافة ولكن هو ده المتاح حاليا بالنسبة لي ابحثوا وحتلاقوا ما يصركم يعني فيه ناس كتير اما اما قلت لهم على الحاجات دي احنا كنا بنسافر بنجيب كميات من الحاجات دي لكن دلوقتي لو موجودة في روسيا احنا انه بغفرنا على نفسنا فلوس ووقت من الانتظار لحد ما ايجي ايام عاد السفر وشيلة وفلوس هندفع على الكيلو كيلو جرامات والتفتيش وبتاع الصداع ده كله طب ما هي موجودة هي عندنا في السوق فنجيب والعسل برضو العربي حاجات كتيرة جدا ما تشتهي الانفس طبعا مش كلها ولكن جزء كبير منها جدا بقى موجود في روسيا حاليا فابشروا طبعا بالذات كان قبل رمضان اللي فات كنت روح تفطرت في اكتر من مكان فعادت اقول لي في روسيا يعني اماكن مختلفة في روسيا فعادت اقول لهم بقى ايه كل من الناس قابلهم قولوا للعرب ان منتجات كزا موجودة على ازون تقدروا تجيبوها اليميش مثلا والحاجات اللي هي المجففات موجودة هنا في روسيا ولكن في حاجات تانية بنحب تكون موجودة على الماء ايه ده في رمضان وغير رمضان يعني ناس كتيرة فوجئت ان هذه المنتجات موجودة الحمد لله على نعم الله يعني روسيا بعد العقوبات بدأت تنفتح يمكن على حاجات كتيرة او ده شغل فردي معرفش المهم ان المنتجات دي موجودة في النهاية واسعارها مش فلكية اسعارها عادية جدا في المتناول زيها زي الاكل الطبيعي بتاع روسيا الفرق مثلا في بعض الحاجات اللي هي نادرة اوي فتلاقي سعرها زيد 10% عن اسعار المحلية بتاعت الاكل المحل الاخرية ان هناك اناس انت ابلكم اتذكر كانوا بيجيبوا من حاجة اسمها عرب بازار كانوا بيعملوا خدمة جليلة وبيبعط لك وبتاع بس الفكرة ان الدفع كان بالتحويل وتنتظر الدستافكة وهكذا. آآ لكن من عن طريق ازون اعتقد عرب بازار برضو اول زيهم متعقدين او متفقين مع ازون فازون بيبعط لك الحاجة وتستلمها من عند بيتك مجانا يعني الميزة في ازون التوصيل المجاني ان انت فروعه بقت اكتر من فروع بنك سبير بنك واكتر من او البوستة الروسية بقت فروع ازون موجودة في كل حتة في روسيا مش بس في موسكو او المدن الكبيرة فالميزة ان انت بصفر دستافكة او توصيل صفر توصيل المنتج موجود بيوصلك في تلات اربعة ايام لو كنت بعيد قوي ممكن يبقى خمس ايام ولا حاجة وفي الاخر بالهنة والشفعة على قلبك وعلى كل اللي بتحبه. خلصت الحلقة ودي كانت فكريتنا النهاردة سبحانك الله ومحمدك اشهد والله الاهلان تستغفركم واتوب ولايك. شكرا على خير بحفظ الله. السلام عليكم. امان.